موسيقى مجزة سادسة من قناة الموصلية أهلا بكم قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن الأمينة العامة حميد الغزي أكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام جميع الدول لعقد الشركات وفتح أفاق الاستثمار في المجالات كافة وأضاف مجيد نقلاً عن الأمينة العامة اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظم بما وصلت إليه الاتفاقيات المبرمة عبر المجلس التنصيقي العراقي السعودي والتي ستسهم في استقطاب الأيد العاملة وزيادة الصادرات والتقليل من الاستراد وأشار إلى أن الأمينة العامة لمجلس الوزراء التقى محافظة تجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية عبد الرحمن الحربي وتم وضع الخطة الخاصة التي ستجرى فيها خلال الأيام المقبلة المبحثة بين الجانبين العراقي والسعودي بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير التخطيط خالد بتال خلال استقباله في قصر السلام ببغداد تطوير السياسات الاقتصادية للبلاد وذكر بيان الرئاسة الجمهورية إن صالح أكد خلال اللقاء على أهمية دور وزارة التخطيط بكافة تشكيلاتها في رسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص وضع خطط الإصلاحات وتطوير السياسات الاقتصادية طبقاً للمتغيرات إلى جانب تنمية الموارد البشرية وإجراء البحوث والدراسات لتحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع وفق حاجة المواطنين إليها وتابع البيانة رئيس الجمهورية استمع إلى إجاز طرحه الوزير حول سير عمل الوزارة والمهام التي تعكف عليها إلى جانب خططها المستقبلية في رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة نحو نتائج أفضل أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إطلاق رواتب للمعين المتفرغ لشهر تشرين الأول عن طريق الماستر كارد من خلال مصارف الرفدين والرشيد وأشور ومن جهة أخرى قال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة عسام عبداللطيف محمد قال إن إطلاق الراتب تم بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة مع وزارة المالية لاستحصان التمويل داعي وزارة المالية إلى التعاون المستمر في صرف راتب المعين المتفرغ للدفعات المقبلة من دون تأخير كون فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات التي هي بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص شهدت العاصمة بغداد مسيرة طلبية احتجاجية انطلقت من أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو ساحة التحرير وسط العاصمة وذكر أحد المتظاهرين بأن المسيرة جاءت تضامنا ووفاء لشهداء تشرين بعثي رسالة مفادها أن ثورة التشرين مستمرة وأظهرت مقاطع فيديو المسيرة الطلبية وهي تتحرك نحو ساحة التحرير وسط هتفات تمجد حراك الشباب واحتجاجات تشرين كما هتف الطلاب ضد أطراف سياسية اتهموها بالفساد مؤكدين احتجاجات تشرين لن تتوقف أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو عن عودة 2131 نازحاً كدفعة جديدة عائدة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنهم الأصلية في محافظة نينوى وديالا وقالت جابرو في بيان أن مخيم حمام العليل ومخيمي الجدع الأول والخامس في محافظة نينوى شهدت عودة 1976 نازحاً إلى مناطق سكنهم وأضافت أن مخيم الوند الثاني في محافظة ديالا شهد عودة 155 نازحاً إلى مناطق سكنهم الأصلية في ناحية جلوى والسعدية موضحة أن الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة للأسر النازحة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنها الأصلية تمهيداً لغنق المخيمات وإنهاء ملف النزوح في البلاد يعاني أهل منطقة العطشان قرب جامع الشيخ حنج بأيثر الموصل من تراكم النفايات ودمار شبكات المجاري حيث واشر المواطنون لغياب الجهود الحكومية عن تنظيف المنطقة وصيانة شبكات المجاري لافتين إلى مخطبتهم الجهات المعنية مرات عديدة دون جدوى مؤكدين أن عدم إصلاح المجاري تتسبب في انتشار المياه الآسنة والنفايات وطلب المواطنون الحكومة المحلية بضرورة وضع الحاويات في المنطقة وإصلاح شبكات المجاري افتتح رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الأحمد أكاديمية الميكروتيك للشبكات العالمية في مركز الحاسبة بجامعات الموصل التي تعد واحدة من بين ثلاثة أكاديميات معتمدة في الشرق الأوسط وقال الأحمدين افتتاح الأكاديمية جاء بعد تلبية شروط الشركة وحصول منتسبين في الجامعة على شهادات الميكروتيك الأساسية وبدرجة امتياز مؤكداً أن الأكاديمية ستعمل على تدريب الطلاب من أجل دمجهم في سوق العمل من جانبه قال مدير المركز الدكتور محمد عبدالغني طخى أن هذه الأكاديمية هي الثانية في الجامعة على مستوى الشبكات لافتاً إلى أن الأكاديمية تمنح شهادات المعترفة بها دولياً وصالحة لمدة ثلاث سنوات أعلن المركز الإعلامي للقوة المسلحة اليمنية في بيان له أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة مديرية نهام شرق صنعاء وأسفرت العملية عن مصرع عدد من عناصر الجماعة وإحرق ثلاثة أطقم قتالية بعتادها وأضف أن قوات الجيش كسرت عدداً من الهجمات التي تشنها الجماعة وتحبط الانتحارية منها لمنع تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة نهام بحث وزير الخارجية مولود شويش أغلو مع نظيره اليونانيين كوسديندياس هاتفياً سبل استئناف المحادثات الاستكشافية بين البلدين وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين تناولا كيفية إجراء المحادثات الاستكشافية للجولة 61 المقبلة بين البلدين وأكدت شويش أغلو أن تركيا هي البلد التي سيصطظف المحادثات وستقدم المقترحات للجانب اليوناني من أجل تحديد المواعيد في هذا الصدد نهاية الموجز شكراً على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة